لسه حكاياتنا ما خلصتش كل حلقة بيكون معانا موضوع كتير ودايما بنختار لكم كتاب مميزين ودايما كتاب مميز وتعودنا معاكم ان يكون معانا كتاب مميزين جدا ونتابع معاكم كل الاحداث الثقافية اول باول موضوعنا النهاردة موضوع مهم موضوعنا النهاردة موضوع هنتكلم فيه عن المنصات الكتيرة اللي مالت حياتنا قد ايه بقى ليها سيطرة كبيرة جدا وما نقدرش ننكرها وكمان بقى ليها تأثير حتى على القراءة رغم ان القراءة الانلاين طبعا ليها وقتها وما نقدرش نقول غير كده زي مثلا اوقات كتير جدا اللي بنكون مسافر واللي بيكون في قطر واللي بيكون في طيارة واحيانا بنكون في سكة طويلة بنحتاج فيها ان احنا نقرأ اونلاين واماكن ما بتقدرش يكون معاك فيها كتاب لكن ممكن تقرأ فيها اونلاين احيانا تكون منتظر دورك في اي مكان فتقرر تتسلى وتفتح تليفونك او تفتح الديفايس اللي معاك وتقرأ كمان منه اونلاين تقرأ شوية معلومات تقرأ عن كتاب تكمل حاجة كنت بتقرأها قبل كده لكن ده ما يمنعش ان الكتاب الورقي ما بقاش مهم وده ما يقدرش نقول انه الكتاب الورقي فقد اهميته لانه حقيقي مش كل وسيلة جديدة بتلغي الوسيلة اللي قبلها لكن احنا عاوزين نقول انه كل حاجة بيكون ليها استخدامها كل حاجة بيكون ليها اهميتها المهم اننا نعرف نستخدم ايه امتى ايوة زي ما دايما كده بنقول انه لسه فيه ناس بتحب الكتاب الورقي لسه فيه ناس بتحب ريحة الورق لسه فيه ناس بتحب تمسك الكتاب باديها لسه فيه ناس بتحب تسمع صوت الورقة وصوت الصفحة وهي بتقلبها عايز اقول لكم طبعا انه الكتاب الورقي واجه تحديات كتيرة جدا منها تحديات في النشر اسعار في التباعة ولكن هل الكتاب الالكتروني بقى مسيطر اكتر هل الكتاب الالكتروني لغى الكتاب الورقي كل ده هنعرفه النهاردة من ضيفي اللي هينورني في استوديو دكتور حسام الدمراني الكاتب الصحفي وعضو لجنة الاعلام في المجلس الاعلى للثقافة والحائز على جائزة الدولة التشجيعية في الثقافة العلمية لعام 2022 عن كتابه التحول الرقمي والثقافة المصرية رؤية عشرين تلاتين